هذا اليوم من العام تسعة وستين أضرم المتطرف اليهودي مايكل دينيس روهان النار في المسجد لتطال الجناح الشرقي للمصلى القبلي محدثة ضررا عميقا في أربعمائة متر مربع من الصقف الجنوبي الشرقي للمصلى إضافة إلى احتراق فسيف ساء وزخارف القبة الرصاصية وعمدين من الرخام بين القبة والمحراب هب أبناء شعبنا لإخماد النار ولكن سلطات الاحتلال أعاقت الإطفائيات وقطعت مياه المنطقة في ذلك اليوم وذلك قبل أن يهرع المواطنون إلى إخماد النار بمياه أبار المسجد وعلى الصعيد الدولي العربي دفعت الجريمة بإنعقاد أول مؤتمر إسلامي في الرباط للدفاع عن المدينة المقدسة وإدانة مجلس الأمن الجريمة بقرار رقم مائتين وواحد وسبعين لعام تسعة وستين والدعوة إلى تنفيذ اتفاقية جينيف فيما على الجانب الإسرائيلي اكتفت سلطات الاحتلال بإعادة المجرم دينيس إلى أستراليا مدعية أنه مختل عقلياً وبعد إحراق الأقصى ادعت رئيسة الوزراء الإسرائيلي آنذاك جولد مئير أن باستطاعة إسرائيل أن تفعل أي شيء تريده ولكن في القدس تجري الرياح بما لا تشتهي السفن الإسرائيلية فقد دفع أبناء شعبنا عن المدينة ومقدساتها واستشهد المئات في أروقة الأقصى ورغم مرور عقود على الجريمة إلا أن تهديد الاحتلال ومتطرفه يحيط بالمسجد على مدار الساعة بين اقتحامات يومية وإغلاقات من فترة إلى أخرى وحفريات ومشاريع تهويدية تستهدف تغيير طابع المسجد وإيجاد موطئ قدم للمستوطنين داخله لتلفزيون فلسطين دانا أحمد ترجمة نانسي قنقر